شايفين الشخص اللي قدامكم ده اسمه موميكا الشاب ده او الخسيع ده ملعفه اصله عارف ليه ملعفه اصله لانه فاضي ماروش حاجة بقى قالك انا هروح مسجد ستوكولم تمام وهعمل مظاهرة وهحرق هحرق عشان استفز كل المسلمين اللي دائك حاجتين الحاجة الاولى ان النجس ده اصله عراقي واصله عربي الحاجة التانية دول يوروب اوروبا المتقدمة دولة زي السويد من دول العالم الاول قال ايه نحن نسمح بحرية الرأي والتعبير يعاني وان لم نفعل ذلك فان انا لم نحترم حرية الرأي والتعبير يعاني على اللطافة يعاني على طريقة الكلام يعاني طبعا الصورة اللي قدامكم دي فيها كل المنتجات تمام السويدية وده الاسف الصورة ديت متخيلين احنا بنستورب منهم قد ايه بالمليارات دي الدول العربية اللي بتستورب من السويد تمام منتجاتها بالمليارات يعاني لو قطعناهم بجد وقفنا وقفت رجالة عايز اقولك يا موميكا سواء انت او غيرك واللي عملوا قبل كده واللي لسه هيعملوا تاني الافعال الطفولية دي او الافعال الشيطانية دي ما هي الا مجرد افعال بتزدنا قوة وصلابة وايمان ووحدة وبتخلينا تمام نسترجع غيرتنا على دينا احنا ممكن نكون كلنا اه في مشاكل اقتصادية وظروف صعبة وي 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 لكن وقتا ما بيحصل موقف تافه متخلف زي ده بنظهر وبنتحد رغم اللي بيحصل لنا كلنا كمسلمين اللي اللي اتنين مليار على وجه الارض بيبقوا واحد على قلب رجل واحد عارف ليه؟ لان باللي عملوا الفعل دي قبل كده واللي لسه هيعملوا وانت او غيرك لا تسوق اي شيء بالنسبة الربنا عز وجل فحرام ان احنا لدي عليك بس احنا لو دعين عليك انت في نار جهنم حطفة على طول ليه؟ لان احنا بنتمس العز ممكن تكون مريض نفسي او ملعفه اصلك او شاز فيك حاجة غلط فيه حاجة مش تمام اصل اللي يفعل الفعل دي حد مش مش مظبوط خالص اش معنى بقى اش معنى اخترت الاسلام قول لي ما عندك اديان كتير جدا 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 الهندسية والبوزية والمسيحية واليهودية وحاجات كتير قوي 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 ليه؟ لان الاسلام بيحرق دم ناس كتير قوي 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 الكل عارف ان هو ده الدين الصح الدين الحق اللي بقول لا اله الا الله اللي كلام ربنا عز وجل استحالة يصلوا تحريف او تبديل قال ما الله ليس له تبديلة ابدا ان احنا مهما حصل لنا ظروف والدنيا ضيزة معانا وكوارث ربنا هيفضل حامي الدين ده الى يوم الدين الافعال دي والله يا ابني بتزدنا قوة وثبات وعزة وربنا هيفضل ناصر دينه لحد يوم القيامة فكل واحد عاو سترند او كله من هب ودب يروح يعمل الفعل ده عشان هو تشاهر بقى وعرف الناس ان مش عارف ايه وان حرقت لا حضر قواته الا بالله لا حضر قواته الا بالله انا عايز اقولك ان النار تاكل القرآن الكريم اهوى مليون مرة من ان ايدك النجسة تكون مسكا وصلك فده اهوى بالنسبة لنا من انك تكون مسكو من انك تكون مسكو لكن انا عارف ان انت مش بتحرقك انك بتتخلص منه او مش عارف تشيله فين عشان تستفزنا مش احنا اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين الى يوم الدين انتظر ايه حضرتكم اشتركوا في القناة